بدأت عام 1962 اتسمت بالاستقرار والاستمرار والنمو والتنسيق المشترك العلاقات السعودية الكورية التي وصفت بالاستراتيجية سيما وأن الرياض سيول حافظتها بنجاح وعبر ما هو أكثر من خمسة عقود على تعاون مستدام شراكة مستقبلية تستنهض فكرا وثقافة تضع نصب عينيها عملية التنمية لأنها تصبغ الإنسان المعاصر بصبغات العصر وادواته وألياته لتجمع وفق توجه واضح بين الأصالة والمعاصرة والحداثة والحفاظ على الجذور علاقات فتحت بها المملكة مع البلد الآسيوي الناجح آفاقا أرحب في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة للرعاية الصحية وعلوم وتكنولوجيا الدفاع حتى أصبحت كوريا الجنوبية أكبر الدول المستوردة للنفط بالإضافة إلى عدد من الصادرات الأخرى كما تستورد المملكة من كوريا الجنوبية مختلف السلع مثل السيارات والمواد الصناعية والأنسجة وغيرها لتستمر الزيارات والشراكات بين البلدين وتوقيع عشرات الاتفاقيات تخلق واقعا متجددا يتبلور لخدمة الإنسان في كل البلدين سعيا إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة واستراتيجيات اقتصادية وثقافية وأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر